أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذا أبرز عنوانها ثلاث مؤشرات مقلقة تنبئ بارتفاع صاروخي لأسعار الأضاحي في التفاصيل رغم استمرار الحكومة في فتح بأب استيراد الأغنام مؤقتاً للعام الثاني على التوالي إلا أن مؤشرات مقلقة تنبئ بارتفاع صاروخي لأسعار أضاحي عيد الأضحى المقبل لتصبح أغلى من العام الماضي الذي شهد أسعاراً استثنائية ويعود هذا الارتفاع المتوقع إلى عدة عوامل منها الخصص الحاصل في القطيع الوطني بسبب سنوات الجفاف المتتالية قصور إجراءات الحكومة في توفير عرض وطني يلبي احتياجات عيد الأضحى ارتفاع أسعار لحوم الأغنام بشكل قياسي إلى 125 درهماً للكيلوغرام وعلى الرغم من دعم الحكومة باء 500 درهم لكل رأس غنم مستورد مع الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية إلا أن التجار يستفيدون من هذا الدعم دون ضمان أنعكاسه على أسعار الأضاحي وتشئ طلبات العروض الحالية لاستراد الأغنام إلى مليون رأس مع إمكانية زيادتها حسب الحاجة